هيكل الهرم العسكري العراقي في بداية جديدة مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي كان لسنوات جزءا من المنظومة الأمنية وما زال الكاظمي مستمر بإجراء التغييرات في مفاصل وزارة الدفاع إصلاح هذا السلك كان أبرز تعهداته منذ تسلومه رئاسة الحكومة قبل شهر من الآن القوات المسلحة أعلنت عن تكليف الفريق الركن عبدالأمير يار الله بمنصب رئيس أركان الجيش خلفا لعثمان الغانمي الذي بات وزيرا للداخلية أيضا تعيين الفريق الركن عبدالأمير الشمري كنائب لقائد العمليات المشتركة مصادر الحدث أكدت أن هذه التغييرات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة الجديدة لفرض هيبة المؤسسة العسكرية ومحاربة داعش والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات إرهابية وإعادة الثقة بالدولة داخليا وخارجيا وضبط السلاح بيد مؤسساتها الرسمية تغييرات في هيكل المؤسسة العسكرية طالت ستة ضباط آخرين ومصادر الحدث تؤكد أن عملية الإصلاح التي وعد بها الكاظمي في برنامجه الحكومي ستستمر في المؤسسة العسكرية والأمنية للوصول إلى فريق عمل متجانس ميس الحربي الحدث ترجمة نانسي قنقر